عشقيلي على تجربة رمضان السنة تجربة رمضان السنة بص انا انا اول مرة اعمل حاجة في التليفزيون انا بالكاد كنت بالمثل مسرح طول الوقت منو انا عندي عشر سنين واااا واا اول مرة اول حاجة كانت قابلة رمضان عملت الا انا مع استاذ احمد حسن ايوه وابو العروسة مع استاذ هيني كمال وكانوا الدورين جولي كده يعني انا ما كنتش متخيلة اصلا ان انا ان انا هعمل الدورين دول لان الوقت منشغلة بالمسرح وبروفات فهم لما استاذ أهيني كان يتفرج على العارض عندنا في المعهد حول الوقت بصراحة يأتي هنا استاذ أحمد حسن فخدني من العارض من مسرح معهد في المعهد وبعد كده طبعا استاذ الكبير محمد ياسين كان عنده دور في المسلسل والدور دي بنوتا بتغني شعبي فانا اعرفته وروحت وقابلني وقعد معي ويعني وفي صراحة كان مقابلته جميلة جدا وقال لي خلاص انتي معانا ان شاء الله بس فلقيتهم بيكلموني وصورت ودخلت التصوير على طول برضو خدي بالك انه محمد ياسين يختار حد ويقول له تعالى دي كبيرة لانه محمد ياسين اسم كبير ومهم طبعا ده شرف لي يعني ان انا من اهم الحاجات اللي انا عاملها ابقى مع استاذ محمد ياسين وطبعا نجم محمد رمضان وزينا الشربي يعني حاجة كبيرة بالنسبة لي طبعا اخبار الشغل مع رمضان ايه جميل والله ما جمعناش غير شاطف مشهد واحد اه بس هو جميل جميل يعني كنت خايفة بقى عندي رهبة كده شوية بس هو من اكتر بيقدمين المتوضعين ان انا شفتهم في حياتي فعلا مدوموا جملة انا ما بجملش يعني انت عارفني بس بس فعلا هو جميل جدا وروحه حلوة ومتعاون قوي ويلا بينا لأ تمام نعيد تاني ونعمل تاني فلأ شغل معايا جميل ساعات كتير يجي يقولك ان انت لما هيجي يا جماعك مشهد او بعض مشاهد مع اسم كبير بيبقى شيء مخيف وانه الاسم ده ممكن يبقى يمارس سطوته وسلطته جوه العمل رمضان مش كده لا هي محصلت ليش لحد دلوقتي يعني انا من اكبر مثلا الناس اللي انا اتعاملت معاهم استاذا نرمين الفئي جميلة 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 يعني كل مشاهد بتاعتنا وهي هي بتكرية معايا لا اقولي كذا طب انت بتدحكيني خاصة مش هقول حاجة بنكرية المشهد مع بعض فانا ما حصل ليش يعني ما عنديش اي باد اكبرينس في الموضوع ده وطبعا محمد رمضان توضع كله يعني بصراحة فلا ما حصلت ليش وعارب ممكن كده حصلت لحد تاني بس انا لسه ما هو جاهتش المواقف مش عاربة لا لا ان شاء الله باش فيني واجهتش المواقف اذا عاملة ازاي